السيد فليب لازاريني مفاوض عام وكالة الأنروا السيدات والسادة اسمحوا لي في البداية أن أرحب بالضيف الكريم المفاوض العام في زيارته الحالية للقاهرة خاصة في هذا التوقيت الدقيق الذي تمر به القضية الفلسطينية واسمحوا لي أن أتوجه له بخالص الشكر وعاميق التقدير باسم الحكومة المصرية والقيادة المصرية والشعب المصري على الجهد العظيم الذي يقوم به شخصيا وتقوم به الوكالة وأيضا أتوجه له بخالص العزاء في شهداء الأنروا الذين ضحوا بأرواحهم نتيجة للعدوان السافر والغاشم ضحوا بأرواحهم من أجل إغاثة المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة بطبيعة الحال وكالة الأنروا تعد أحد أهم وكالات الأمم المتحدة لأنها تعمل في المجال الإنساني خاصة على ضوء ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من انتكاهاكات سافرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولا تقتصر يعني وهذا ما يؤكد أهمية الأنروا دور الأنروا لا يقتصر فقط على قطاع غزة وإنما هو يمتد ليشمل رعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين خارج داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها إن كان في غزة إن كان في الضفة الغربية كان في لبنان أو الأردن أو سوريا لها ولاية إنسانية لها تاريخ طويل وإسهام فعلي على الأرض والأنروا كما تعلمون هي جزء لا يتجزأ من حق ملايين اللاجئين الفلسطينيين علينا كمجتمع دولي لذلك نؤكد حرصنا الدائم على العمل الوثيق مع وكالة الأنروا لأداء مهمتها السامية وليكن واضحا لدينا أن الحملة الحالية التي يتم تنظيمها لزعزعة مصداقية الوكالة هي ليست بجديدة وإنما تستهدف كسر قدسية عمل المنظمات الدولية التي تدعم الشعب الفلسطيني ومصر لن تقبل ولن تسمح بإيجاد أي بديل لوكالة الأنروا لأنه لا بديل عن وكالة الأنروا باعتبارها الوكالة الوحيدة التي لها ولاية من الأمم المتحدة في إغاثة ودعم أخواننا من اللاجئين الفلسطينيين بالتأكيد نحن نطالب المجتمع الدولي نطالب الأطراف الدولية المانحة التي لا تزال تعلق مساهمتها المالية المخصصة للأنروا بضرورة إعادة النظر في هذا الأمر غير المقبول لأن هذا يعني مشاركة في استخدام المجاعة كسلاح للعقاب الجماعي وهو أمر غير مقبول أمر يزعزع في مصدقية المنظومة الأممية يزعزع مصدقية النظام المتعدد للأطراف وبالتأكيد يثير الكثير من القضايا حول ازدواجية المعايير وتطبيق القانون الدولي في قضية ما وتجاهلها في قضية ما وهذا أمر يهدد المنظومة الدولية كلها بعدم الاحترام السيد لازريني قبل أن أختم كلمتي أود أن أؤكد مرة أخرى أن عمل الأنروا لن ينتهي إلا بعد حصول اللاجئين الفلسطينيين على حقوقهم سواء بالعودة أو بالتعويض وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 وأنتهي هذه المناسبة لأكرر الشكر والتحية والتقدير للأنروا ولقيادتها ولشهدائها وأيضا نوجه التحية لكل من يدعم سياسة المعايير الواحدة وأولئك الذين يدعمون عودة الحقوق المسلوبة أتوجه بالشكر والتقدير أيضا لكل العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية كما تعلمون مصر لها دور رئيسي ودور محوري في التخفيف عن معاناة أهالينا في قطاع غزة مصر قدمت أكثر من 70% من المساعدات التي دخلت إلى أهالينا في قطاع غزة رغم كل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر لكن الشعب المصري الكريم القيادة المصرية الراشيدة الدولة المصرية قدمت كافة أشكال الدعم من موازنتنا الخاصة ومن أموال الشعب المصري الكريم لإغاثة شعبنا وأهالينا في قطاع غزة وهذا ليس منا أو منحة وإنما هو واجب الشقيق تجاه شقيقه وهذا هو عهدنا دائما بمصر بالنسبة لأشقائها وقت الملمات سنستمر في تقديم الدعم الكامل ولأشقائنا في قطاع غزة وكما تعلمون أن الوكالة تطلع بدور مهم لا بديل عنها كما ذكرت هي الوحيدة التي تملك مراكز للتوزيع داخل قطاع غزة وبالتالي أي جهة كل ما يتردد كل ما يردده الجانب الإسرائيلي أو أي أطراف أخرى لن يتم تنفيزه على الأرض فيما يتعلق بإيجاد بديل للأنروة لأنها هي الوكالة الوحيدة المنوط بها القيام بهذا الدور وهي التي تمتلك القدرات على الأرض لذلك كما تعلمون قطاع غزة المفاوض العام لم يعد يحتمل المزيد من الضمار فقد دمرت الآلة العسكرية الإسرائيلية كما تعلمون كافة المنشآت هناك البنية التحتية الاستهداف الممنهج لمؤسسات ومباني الأنروة هذا هو انتهاك سافر للقانون الدولي المدارس مراكز الإيواء كل ما يتم تدميره أكثر من مائة ألف مدني ما بين قتيل وجريح أو في عدد المفقودين هذا أمر لا يمكن أن نقبل باستمراره وهذا أمر مخجل مخجل إن الإنسانية والمجتمع الدولي أن يقف موقف المتفرج فيما يحدث الآن لابد من تكثيف الضغوط لابد من وقف إطلاق النار بشكل فوري لابد من النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية والصحية وكما تعلمون مصر أيضا قدم كل الدعم لأشقاء الجرحة من سكان القطاع المستشفيات المصرية تستضيف الأعداد كبيرة من اللاجئي من الجرحة وأسرهم أيضا ونستمر في أداء هذا الدور يعني الطفل الفلسطيني كما تعلمون لم يعد يحظى بأبسط حقوقه ولا يزال هناك نصف مليون طفل فلسطيني يعانون من صدمات نفسية بسبب توقفهم عن التعليم بعد تدمير مدارسهم التي تديرها مؤسسة وكالة الأنروا التعليم هو يعني حق أساسي الأنروا لها دور أساسي في تقديم الخدمات التعليمية هي لا تقدم فقط المساعدات الإنسانية ولكن تقدم الخدمات التعليمية الخدمات الصحية فبالتالي علينا أن نعمل ونحن حريصون على العمل مع أشقاءنا وأصدقائنا على المستوى الإقليمي والدولي للحفاظ على هذه الوكالة الأممية السامية للاستمرار في أداء دورها والنبيل ونقدم لها كل الدعم الممكن مرة أخرى أرحب بكم العزيز فيليب لازاريني وأترك لكم الكلمة الآن ترجمة نانسي قنقر